حرفيا يا صديقي زي ما انت ورثت كتعة مجوهرات تباهيت بيها عن اجدادك ان هي كانت تحفى فده اللي انا بحاول اعمله معاك انك تقتني كتعة مجوهرات فعلية بتورثها لأحفادك كمان كتعة بتكون كتعة وحدة مميزة بس خاصة بيك انت عملها لك صديقك بوبش المميز طبعا عادي بهرج معك ده مش غرور الفيروز السيناوي المصري تحفى تحفى فعليا ومش اي اماكن في مصر بيخرز منها الفيروز طيب الميزة في الفيروز الاستقامة الكاملة فاكرين فيديوهات اللقلق لما قلنا اللقلق بيتحدد سعره حسب الاستدارة وحسب شكله وحسب لونه هنا الفيروز بيتحدد حسب الاستقامة يعني الاستقامة يعني الحباية مستديرة قوي ومش جايجري ديه من صغير لكبير مش عشوائي مش مفلطحة مش مثلا واخدة نفس فيه فيروز ببقى واخد زي الزلط كده شكل عشوائي جدا لكن خلينا من المبررات دي ونتفرج على الكطعتين الامر من سبح الفيروز دي ولاحز يا صديقي اللي انا دايما بعرض على ايدي عشان تتخيل الحجم شوف الحبات من كافي دي دي حبات تمانية ملي متاحة بفضة تقيلة حابب تختار فضة تقيلة براحتك دي فضتها عشرين جرام حاجة كده بقى تحفة وحابب تفضة مش هقولت خفيفة عشان يا مش خفيفة دي فضة برضو خمستاشر جرام يعني ما فرقتش كتير بس هي بتفرق في الزوء والفن والشياكة والاستخدام هنقدر نعملهم طقم مثلا بتحفة صرايا عبدين برضو دي وأفتخر وأفتخر بالناس اللي معايا واللي ورايا اللي طلعوا هذا الجمال اللي سميناه صياغة الكف لانه واخد الكف العربي بتاع زمان على حجر فيروز هتقدر تاخد الاتنين مع بعض كده أو تقدر تاخد الصياغة التحفة دي برضو الحاجة الخاصة بنا قوي على الخاتم الأمور ده الحجر الأمور ده الفيروزي هو ممكن يكون هنا لونه مختلف شوية لكن في النهاية بيكون طقم تحفة وفي النهاية أنا بفتخر اللي أنا بعمل لك قطعة مجوهرات فعليا مش مجرد قطعة فضة أشوفك دايما على خير شكرا